موسيقى مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في ذاعة قطر السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة اشتركوا في القناة حاولوا بكل ما يملكون شيطنة قطر واتهامها بدعم الإرهاب وتطرف جال وزيرهم عواصم الدنيا لتبرير ما قاموا به من أزمة خليجية وعدوا العالم بأدلة وبراهين تدعم ما يقولون ولكنهم فشلوا فاليوم وضعوا على لائحة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فمن الذي يمول الإرهاب إذن؟ فالأزمة الخليجية وتمويل الإرهاب والتطرف وما يحدث الآن في اليمن كلها محاور في حلقتنا لهذه الليلة لذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوف الحقيقة الدكتور لقاء مكي وهو باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات دكتور أهلا وسهلا شكرا وسعداء بوجودك معنا كضيف لأول مرة في برنامج الحقيقة شكرا جزيلا شكرا كذلك الترحيم مستمر إلى السيد جابر الحرمي وهو الكاتب والإعلامي القطري أهلا يا أبو سالم أهلا دكتور فيك وكل المشاهدين الكرام داخل وطنا الحبيب وفي خليجنا المعطاء وعلى ما سوى العالم العربي حياك الله لكن دعونا مشاهدين قبل بداية الحوار ننتقل معكم إلى هذا التقرير طبعا هذا التقرير يصلد الضوء على زيارة سمو الأمير لمؤتمر ميونيخ للأمن أيضا يتطرق هذا التقرير إلى حديث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الأزمة الخليجية ودور مجلس التعاون في هذه الأزمة نتابع معا هذا التقرير ثم العودة لبداية الحوار تواصل دولة قطر بثبات دبلوماسية التفاعل البناء مع مختلف دول العالم لترسيخ وسوس الاستقرار ومناقشة التحديات الدولية الملحة خاصة على الصعيد الأمني آخر هذه الجهود تمثلت في مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفده في الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن منصة دولية تجمع بشكل دوري أبرز الفاعلين السياسيين من شخصيات ووفود ومنظمات لمناقشة تعزيز الأمن العالمي وكان سمو أمير المفده قد عقد على هامش المؤتمر عدة لقايات رفعة المستوى لتعزيز التعاون حيث انتقى كلا من الرئيس الأفغاني ورئيس جمهورية رواندا ورئيس جمهورية أرمينيا كما استقبل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة حيث تم استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة الدفاعية والعسكرية أما هنا وخلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ فقد واصلت دولة قطر التأكيد على مواقفها الثابتة إزاء تحديات المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الخليجية الأمر يتعلق بأمن الإقليمي وقد تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي كنموذج للتعاون وكان الأكثر نجاحا في المنطقة وحجر زاوية في الإقليم وللأسف مع كل الاختلافات في الرأي والانقسام مع جيراننا السعوديين والإماراتيين بات أمننا الإقليمي مهددا لا يوجد حوار أو تنسيق أو تعاون بين بعضنا البعض لقد مررنا بعدد من الخلافات عبر السنوات العشرين الأخيرة ولم نصل إلى هذا المستوى وتم فصلنا عن بعضنا البعض وهذا ينم عن تغيير في مواقف قيادات هذه الدول حضور دبلوماسي قطري في ميونيخ يترجم الاهتمام القطري بدعم أي جهد يحقق الاستقرار العالمي ويعالج بعمق وعقلانية قضايا المنطقة والعالم ثبات على المبادئ الدبلوماسية يلتقي مع جهود ميدانية مستمرة لدعم الأشقاء وترجم عمليا المفاهيم الإنسانية فقد وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة عقودا ووضع حجر الأساس لمشروعي طرق في العاصمة مقديجو فضلا عن توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشاريع خطوة ثمنها الصومال بقوة باعتبارها إحدى المقومات الحيوية لخدمة الاقتصاد الصومالي ودفع المشاريع التنموية حياكم الله مشاهدين الكرام إذن سيد جابر طبعا تابعنا هذا التقرير سمو الأمير يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن ويستقبل أيضا خلال هذه المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن عدد من رؤساء عدد من قادة دول العالم دعنا نتحدث بداية عن الأهمية من وراء هذه المشاركة عادة مؤتمر ميونخ للأمن أصبح واحد من المنصات الكبرى التي يحرص على حضورها رؤساء دول رؤساء حكومات صناع القرار على ما سوى العالم لأنه يبحث اليوم أو العالم اليوم يواجه ربما أخطر قضيتين ما يتعلق بالأمن وما يتعلق بالأمن الاقتصادي وهما ربما من القضايا التي تبحث في مؤتمر ميونخ للأمن التي حضرها سمو الأمير هذا في المحتوى لكن الأمر الآخر أيضا المهم هي اللقاءات الجانبية التي تحدث بين الرؤساء بين المشاركين تبادل وجهات النظر التعاون التنسيق سمو الأمير خلال هذه المشاركة التقى مع عدد من رؤساء الدول التقى مع رئيسة مجلس النواب مجلس النواب الأمريكي التقى مع ديمقراطيين مع رؤساء حكومات وبالتالي كان هناك لقاءات جانبية حرص سمو الأمير على أن يلتقي مع صناع القرار وأن يتبادل معهم الحديث والتعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأمن بالمنطقة اليوم هناك تحديات كبرى سواء كان تواجه المنطقة أو حتى تواجه العالم بصورته الأكبر لذلك كان الحضور ليس فقط حضورا إنما كان حضورا فاعلا وتشاركي مع قادة العالم للرؤية المستقبلية لإيجاد أمن إقليمي عالمي للحفاظ على بدلا من الانزلاق لأن هناك تحديات حقيقية اليوم هناك حروب هناك دوافع عديدة تدفع نحو إيجاد مزيد من بؤر التوتر على مستوى العالم وأتصور أن مؤتمر بيونخ واحد من المؤتمرات المهمة التي تحافظ على إيجاد أمن إقليمي ودولي موحد إذن دكتور لقاء كما تحدثت سيد جابر عن هذا المؤتمر وأهمية هذا المؤتمر في إيجاد قاعدة واضحة للأمن والاستقرار في هذه المنطقة منطقة العربية منطقة الشرق الأوسط بشكل عام منطقة ملتهبة طبعا من تابع هذا المؤتمر وأجندة هذا المؤتمر يجد أن مسألة الإرهاب والتطرف كانت حاضرة بصورة أكبر خلال هذا المؤتمر هنا يتساءل البعض عن المردود الجوهري في محاربة هذه الظاهرة وبحضور قادة الدول العالم أولا شكرا لك ببرنامج الحقيقة اللي يتشرف أن يكون ضيفا فيه نحن نتشرف دكتور وأيضا سعيد بمشاركة الأستاذ جابر في هذه الحلقة هذا المؤتمر دوري كما نعرف ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى قرارات واضحة بسبب خلافات دولية عميقة ولاسية ما في الغرب اليوم بعد انتخاب ترامب هناك خلافات بين ولاية المتحدة وأوروبا في بلافات عديدة وربما يكون ملف الأمن أيضا فيه قدر من سوء الفهم حتى فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية مع الآخرين مثل علاقة الآن ألمانيا قطعة السلاحة السعودية بريطانيا انزعجت من هذا الموضوع لأنه سيؤثر على طبيعة صناعة الطائرات نعم صناعة الطائرات التايفون وأيضا على صورة بريطانيا الموردة للأسلحة في حين ألمانيا تخلت عن ذلك لأسباب إخلاقية رغم فوائدها المادية طبيعة الحال المهم أنا أقصد أن هذا المؤتمر مهم للتجمع ولكنه لا يتخذ قرارات كبيرة يعني في النهاية هو محفل محفل الحوار والمنتديات لكن إذا لاحظنا مشاركة قطر وهذه مسألة جوهرية قطر تقع في قلب منطقة متأزمة التي هي الشرق الأوسط وهي لها أدوار عديدة كما نعرف دولة صغيرة السكان قليلة السكان صغيرة المساحة ولكن كبيرة الأدوار وهذا واحد من الأسباب المقلقة التي أدت إلى حصارها وأدت إلى الأزمة الخليجية بطبيعة الحال أنا أركز هنا على تصريحات نائب وزير الخارجية نائب رئيس وزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن اللي يتحدث بها عن أنه ليس هناك حلف آخر تريد قطر القيام به ولكن في نفس الوقت الحلف الخليجي أو المجلس التعامل الخليجي لم يعد فاعلا في الحقيقة هذه كانت إشارة مهمة استرجعت فيها أو ممكن فيها الاسترجاع خطاب سمو الأمير في العام الماضي في نفس المحفل في مؤتمر ميونيخ كان الخطاب في العام الماضي وكأنه يلقى اليوم لأنه كان يشخص قضايا خطيرة فيما يتعلق بقضية الإرهاب اللي يتجغل العالم والمشكلة أنها ما زالت تجغل العالم بدون وصول للنتائج حقيقية نفس الإشكاليات اللي شخصها سمو الأمير في خطاب العام الماضي ما زالت قائمة لا سيما على مستوى ما أسماه الظلم ظلم الشعوب الذي يؤدي واحد من أسباب الإرهاب وهذه كانت حقيقة ملاحظة جوهرية منه لأن الغرب اعتاد على معالجة هذه القضية بالأمن فقط بالسلاح وهذه قضية خطيرة دون رجوع الجذور طبعا لأنه بالنهاية الضحايا هم آلاف الأبرياء في مناطقنا والقصة الأخرى هو أنه ساوى التطرف في كل العالم وليس المسلمين فقط وهذا إشارنا بوضوح أنه ليسنا نحن فقط المتطرفين أنتم أيضا متطرفين كان واضح وصريح والأهم أنه دعا إلى اتفاقية أمن جماعي في المنطقة هذه الاتفاقية من العام الماضي لو كانت قد فعلت لكان الآن معظم الأزمات في هذه المنطقة موجودة حلت عليتي حال أنا أعتقد أن المشاركة كانت مهمة للغاية ليس فقط يعني طبعا دول الغرب أو دول الحصار عفوا أنا قرأت بعض التعليقات من مسؤولين يعني للأسف يعتقدون أن قطر تلهث وراء رفع الحصار في حين أنا أعرف العكس تماما هم يريدون الإحاء أو كأنه يلقون ما في قلبهم على قطر هم يريدون ولكن يعتقدون أن قطر تريد بالمناسبة دكتور لقاء قبل الانتقال إلى السيد جابر اليوم أو بالأمس الكرة شركة موانئ أبوظبي وهي تعطي الامتيازات لكل من يريد الذهاب إلى دولة قطر وهي هذه الأزمة أثبتت للجميع بأن دولة قطر خرجت حتى الآن منتصرة بإذن الله اقتصاديا ثقافيا والأهم من كل هذا وذاك انتصرت ولله الحمد أخلاقيا على ذكر محاربة الإرهاب السيد جابر كما تطرق الدكتور اللقاء قبل قليل سمو الأمير استقبل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة وأيضا استقبل السيدة رئيسة مجلس النواب الأمريكية خلال هذا المؤتمر طبعا شكرت هذه المرأة وثمنت دولة قطر في محاربة الإرهاب والتطرف عادة وأنت رجل إعلامي عادة سماع مثل هذه التثمينات وهذه وكلمات الشكر التي تأتي من هنا وهناك كيف تنعكس بالأساس على الجهود الحقيقية التي تقوم بها دولة قطر في محاربة هذه الظاهرة التي توصف نحن كمسلمين نوصفها بأنها ظاهرة خبيثة أولا هذه التصريحات من هذه الدول التي تقود تحالفات دولية لمحاربة الإرهاب تنسف كل التهم التي تحاول دول الحصار أن تلصقها بقطر على أنها دولة إرهابية قطر اليوم هي مركز للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الإرهاب للأسف الشديد أنه كما أشار الدكتور وفي كل خطابات بالمناسبة قطر تركز على المعالجة الحقيقية للإرهاب وليس مجرد مسكنات أو مهدئات العودة للجذور العودة للجذور هناك الجذور الحقيقية لآفة الإرهاب الظلم القمع الاستبداد عدم وجود حياة كريمة للشعوب غياب الحريات التي تدفع الشعوب إلى أن تنخرط في منظمات إرهابية غياب التنمية التي تفتقر إليها الكثير من الشعوب رغم أن دولهم وأنظمتهم تتمتع بخيرات كثيرة لكن وجود أو غياب هذه التنمية بحيث تشمل كل خطاعات المجتمعية التي تدفع هؤلاء قطر مساعيها في مجال مكافحة الإرهاب لا يقتصر فقط على الجانب الأمني أو استخدام أو الرؤية الأمنية اليوم قطر قامت بتعليم أكثر من عشرة ملايين وطفل على مستوى العالم قطر عندما تقوم بتقديم الدعم والمساندة تسعى إلى إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه بالفعل بعيدا عن البهرجة الإعلامية أو بعيدا حتى عن الحاقه بالأنظمة دون التأكد من وصول هذا الدعم إلى مستحقيه وبالتالي اليوم نظرة العالم إلى قطر وتأكيد أن قطر واحدة من الدول التي تكافح وتحارب هذه الآفة التي اكتوى العالم العربي والإسلامي ربما بنيرانها أكثر من المجتمعات الغربية اليوم ينظر حتى لهذه المنطقة هذا الإقليم على أنه مصدر للإرهاب مصدر للقمع مصدر للقتل والدماء لذلك لابد لهذه الدول لهذا الإقليم أن يري العالم أننا أصحاب حضارة وأصحاب تاريخ لذلك للأسف شديد كل ما نراه من توترات وبؤر متفجرة هي تنبع من هذه المنطقة ويدفع بهذه المنطقة أن تكون بهذه الصورة لتقدم للعالم هذه الصورة السيئة قطر حرصت باستمرار على أن تقيم جسور مع العالم توضح لهم أن تاريخنا وحضاراتنا ينبذ هذا التصرف وهذه الآفة التي لم تخرج إلا بعد أن وجدت بيئات حاضنة لها نتاج كالظلم كالقمع كالاستبداد قياب العدالة الحريات كل هذه المسببات تدفع لإيجاد هذه الآفة لذلك إذا لم يتم معالجة هذه الجذور أتصور أن الحل الأمني يظل قاصرا وروية أحادية ومؤقتا ونوع من المسكنات الدكتور اللقاء كما استمعنا إلى السيد جابر وحديث عن المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة قبل قليل أشرت إلى نقطة مهمة عندما تقدم دولة قطر أو تشارك في مؤتمر ما أو توصف من قبل المؤسسات الدولية سواء كانت ثقافية أو اقتصادية نرى من هنا وهناك تحركات دول حصار في التقليل وهذا طبيعي طبعا في الأزمات لكن عندما نرى أيضا الدعوة كان هناك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على هامش هذا المؤتمر وفي حديث صحفي تحدث بأن دولة قطر من بداية هذه الأزمة وهي تدعو دائما إلى الحوار أكثر من غيرها من الدول وفي أكثر من مناسبة وأيضا من خلال الوسيط الكويتي هناك من يتساءل بعد أكثر من ستمائة وعشرين أو ستمائة وستة وعشرين يوم من عمر هذه الأزمة هل بالفعل هناك تخوف من قبل الساسة عادة من الحوار يعني أنت رجل خط الكثير من الحوارات السياسية وتعي وتعلم كيف تدار نوعا ما العملية السياسية على الأقل بالظاهر لماذا هذا التخوف إذن إن كانوا كما يقولون هم على حق فلماذا التخوف من طاولة الحوار هل الموضوع يتعلق بغياب منطق الحكمة مثلا بغياب منطق العقل أو التخوف من المواجهة المباشرة مع الطرف الآخر هي الأزمة هذه حصار قطر منذ البداية خارج المنطق خارج المنطق تماما أنت كيف تدمر منظومة التعاون الخليجي من خلال حصار قطر هذا أولا ثانيا أنت كيف تعطي أو يعني لا تعطي لقطر مجال إلا لأن تتعاون مع أطراف تعتقدها هذه الدول معادية لها هو المسبب في ذلك بالضبط طبعا بالنهاية منظومة الأمن الإقليمي مو فقط الخليجي الأقليمي كلها تأثرت بالقرار قرار الحصار يعني تأثرت به دول الشام سوريا الأردن العراق مصر طبعا اليمن كل هذه الدول تأثرت بقصة الحصار قطر رغم أنه لم يبلغ مبلغ عسكري كما أريد له وهذه كانت ستكون كارثة أقليمية كبيرة ومدمرة على إيتي حال أعتقد أن مثل ما حضرتك أشرت هم لا يريدون الحوار لأنهم خائفون منه المطالب ليست غير واقعية فقط الثلاث عشر سيئة الذكر سيئة الذكر والتي مضى عليها الزمن لكن هم الآن لا يريدون حتى الحوار لأنهم من موقع ضعف يعني ربما كان الحوار هذا أقرب لهم في بداية الأزمة اليوم قطر طلعت من الأزمة هي أقوى بالمناسبة النصر ليس فقط أن تجعل العدو يعني خصمك أو عدوك إذا أعتبره قطر عدو يتنازل ولكن أنه لا تنتصر لا تحقق أهدافك هم لم يحققوا أهدافهم إذن هم هزموا يعني قصدي أن الحصار فشل بالنهاية فشل لأن هناك عدم تمكنت قطر من منعهم من تحقيق أهدافهم الحقيقية هذا النجاح القطري سواء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد المعنوي وحتى على الأخلاقي أنت الآن تعرف أنه في في الوطن العربي في الدول العربية تأييد قطر أصبح كبير لأنه مثل ما أشرت لك الأزمة كلها كانت غير منطقية تماماً وغير مقنعة على الإطلاق والدليل أنه لا أحد في العالم يؤيد منطق هذه الدول الأربعة إلا هذه الدول الأربعة فقط طيب كيف أنت سنة ونوص أو سنتين تتكلم عن دولة تدعم الإرهاب في محيط كل يحارب الإرهاب وهذه الدولة نفسها لها أقوى العلاقات مع الغرب والجميع يحترمها والجميع يشيد بخطواتها إذن باللبط مثل القطة اللي تغمض عينها حتى ما أحد يشوفها يعني هم يريدون القول أن قطر كما يعتقدون أو كما يقولون كما يتهمونها لكنهم لا يريدون الاستماع لا لصوت الحكمة فقط ولكن أيضا لصوت العالم المنادي بإيقاف هذه المهزلة هذا كان المشكلة أن هذه الأزمة قلبت عليهم بشكل جوهري ووجود قطر الآن في خارج نطاق تحالفاتهم كان حقيقة ضد مصالحهم ضد مصالح هذه الدول ولذلك نرى أن هناك تخبط حتى في السياسات وإدانات يعني إدانة السعودية وإدانة الإمارات وإدانة مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان رأينا ذلك وهذه كلها تفاصيل في الحقيقة يعني تجعل من السهولة القول وبشكل مطلق أن موضوع الحصار قد انتهى تماما لصالح قطر الدكتور بالمناسبة قبل الانتقال السيد جابر طبعا الكل يعلم الآن الدول تعلم على الأقل نتحدث الآن من جانب الدول الدول تعلم بأنه مسألة الإرهاب هي شماعة من أجل تمرير هذه الأزمة الشيء الإيجابي في هذه الأزمة أن الشعوب أصبحت ملمة وعلى دراية تامة بالأسباب الحقيقية التي جرت هذه المنطقة من خلال هذه الأزمة الخليجية كما تحدث قبل قليل بأن الشعوب العربية ورأينا ذلك بعد فوز دولة قطر بكاس آسيا وهذه الفرحة من المحيط إلى الخليج هم بالتالي لن يتجرأوا أن يجلسوا مع دولة قطر على الحوار السبب في ذلك بأن هناك تنازل من قبل هؤلاء شعوبهم على الأقل ستتساءل إن كانت دولة قطر تقوم بهذا العمل فلماذا الحوار مع هذه الدولة منظومة مجلس التعاون السيد جابر وكما تحدث قبل قليل الدكتور لقاء تحدث عنها وتحدث عنها قبل ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجي عندما قال أن قطر لا تبني أي تحالفات جديدة بديلة عن مجلس التعاون الخليجي لماذا يحاول البعض في دول الحصار تسويق بأننا في دولة قطر على مستوى الحكومة مثلا ولا على المستوى الشعبي سواء كان مواطنين أو مقيمين نكن العداء لهذا المجلس لماذا لا يتفهم البعض أننا نتحدث عن دور سلبي لهذا المجلس ولأمينه العام في حل هذه الأزمة على الأقل قطر متمسكة بهذه المنظومة لكن أين هي هذه المنظومة على أرض الواقع اليوم منظومة مجلس التعاون أو مجلس التعاون مختطف حقيقة مختطف من قبل دولتين لا أقول حتى الثلاثة لأن الدولة الثالثة مجرد هي تابعة اليوم مختطف من السعودية ومن الإمارات اليوم حتى تحركات الأمين العام الذي للأسف الشديد أقول أنه ليس مؤتمنا حقيقيا على الأمان العام وعلى دور الأمين العام وعلى مكانة منظومة مجلس التعاون اليوم ليس فقط أنه وقف دون أن يتحرك بل على العكس اليوم هو منحاز وأصبح ربما لدى الكثيرين ينظرون عليه أنه طرفهم في هذه الأزمة وحتى الأمين العام ليس ملتزما بمواد وبنود صحيح يعني أحدى اللوائح منظومة مجلس التعاون اللي هي المادة 16 تقول يمارس الأمين العام والأمنا المساعدون وكافة موظفي الأمان العام ومهام وظائفهم باستقلال تام وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف تنافى وواجبات ووظائفهم وأن لا يفضوا بإسرار كذا كذا اللوم إذا أتلاحظ الأمين العام هو حقيقة منحاز عن تصريحاته تصريحات الأمين العام هي تحمل قطر أعباء وتسيء وينتقد قطر بينما هو ينحاز ويقف مع الطرف الآخر لدول الحصار هناك تصريحات عديدة يعني عندما ينتقد الأمين العام قطر ويقول أنها تعرقل دور الوسيط الكويتي عندما يتهم ويشن هجمات على الإعلام القطري وينسى إعلام الإمارات وإعلام السعودية الذي يسير حتى للرموز القطري نبقى في هذا الموضوع سيد جابر وحديثنا عن الأمانة العامة قبل الرجوع إلى الدكتور لقاء وتحديدا الأمانة وأمين منظومة مجلس التعاون الخليجي نحن لا نشخص أو نتحدث عن هذا الرجل كرجل يعني بشخصه الكريم أو إلى آخره لا أبدا نتحدث عن أدا هذا الرجل كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي اليوم لما نرى كلنا تابعنا في الأيام الماضية أمر التوقيف الذي حصل والتحقيق لمواطن كويتي يعمل بالأمانة العامة في دولة قطر وهو السيد خالد الصلال حديث دائما أنا تابعت هذا الرجل من بداية الأزمة كان بالحياد يتمنى أن تكون هناك لحمة خليجية اليوم أمر بالتحقيق ونسى هذا الأمين بأن هناك أطراف من قبل الإمارات والسعودية في الأمانة العامة شنت هجوما لاذعا على دولة قطر وعلى رموزها خلال هذه الأزمة السؤال لماذا هذه النظرة من زاوية واحدة البعض يقول لا ناقة له ولا جمل نؤمن بهذه المقولة ولكن على الأقل استقالة هذا الرجل هي كرامة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تعليقكم الأخ الذي ذكرت عن الأخ خالد الصلال أنا أتحدى الأمين العام أن يستشهد بتغريدة واحدة تسيء إلى دول الحصار نعم هو وقف مع الحق قام بالتغريد فيما يعتقد أنه صواب لكن للأسف الشديد يظهر أن قانون منع التعاطف مع قطر المطبق في السعودية وفي الإمارات وفي البحرين هو المطبق في الأمانة العامة وهذا الأسلوب الذي أصبحت الأمانة هي جزء وظيفية من وزارة الخارجي لهذه الدول بينما هناك موظفي في الأمانة العامة يسيئون إلى قطر ليلة نهار وهم موظفون في مكتب الأمينة العامة ولا أريد أن أذكر أسماء معينة وهو يعرفها جيداً على العكس تماماً هو يسعى الأمين العام إلى محاولة تهميش وعدم الدفاع حتى عن الموظفيين القطريين الذين يتواجدون سواء كان في الأمانة العامة أو حتى في الأجهزة التابعة للأمانة العامة لم يحرك ساكناً عندما تعرض سواء كان في الشرطة الخليجية في أبوظبي أين هو موقف الأمين العام في الدفاع عنه بل أين موقف الأمين العام للدفاع عن الموظفين القطرين في الأمانة العامة عندما يضطرون إلى التنقل إلى دولة أخرى للوصول على تشهيرات وغيرها إذن الأمين العام للأسف الشديد هو منحاز بدرجة كبيرة إلى هذه الدول ويحاول الإساءة بل أن هناك حتى في الاجتماعات يتم الإساءة إلى قطر ويتم اتهامها بالإرهاب دون أن يحرك الأمين العام تقريراً أو يرفع تقريراً أو يحيل هؤلاء الموظفين الذين هم جزء من الأمانة العامة للتحقيق بينما أتى واستأسد على الأخ كل من يقف الحياة خالد الصلال لمجرد أنه وقف على الحياة وحاول بنقل الحقيقة نعم تحدثنا طبعاً عن تمر ميونيخ طبعاً في المحور الأول وظاهرة الإرهاب ومجلس التعاون وهذا الرجل نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تفعل مواد هذا المجلس وأن نرى مجلساً يقوم لدول مجلس التعاون الخليجي دون النظر لدولة معينة بعين أو دون النظر بمستوى آخر إلى دولة أخرى وطبعاً محور الإرهاب وتطرف لن يتوقف لذلك سيكون معنا بإذن الله في المحور التالي لذلك اسمحوا لي أن ننتقل معكم وأيضاً مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر يكشف لنا ما قامت به للأسف الدبلوماسية السعودية طوال الأزمة الخليجية من شيطنة وتشويه لصورة دولة قطر والاتهام المستمر الذي أصبح مضحك على أنها دولة تدعم الإرهاب وتطرف لكنهم فقادوا السيطرة عندما وضعوا على لائحة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المزيد في سياق التقرير التالي لم يدخر الوزير السعودي عادل الجبير أي جهد ممكن في سبيل إلصاق تهمة دعم وتمويل الإرهاب بدولة قطر حيثما حل وكيفما تحدث عشرون شهرا قضاها الجبير شاهرا سيوف التهديد والوعيد لقطر في كل منبر ومحفل إن لم تأخذ هي مزاعمه تلك على محمل الحقيقة ففي يونيو من العام 2017 قال الجبير إن قطر يجب أن تتوقف عن دعم الإرهاب وأضاف بعد شهر من ذلك أن قد طفح الكيل ولا بد لقطر أن تتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية طالباتها بأن تستجيب قطر لطالبات الدول بإخاف دعم المنظمات المتطرفة والمنظمات الإرهابية في فبراير من العام 2018 بدى عادل الجبير كمن يصدق أن تصريحاته السابقة كانت مستندة إلى حقائق فخرج ليقول إن قطر لم تتجاوب ولم تغير بعد من سلوكها الداعم للإرهاب بعد شهر آخر عاد الجبير ليكرر مطلبه بلهجة أخرى أقرب إلى الأمر ليقول يجب أن تصحح قطر من سياستها وتعود إلى الصواب وتتوقف عن دعم الإرهاب يجب أن تتوقف قطر عن دعم الإرهاب فنحن عندما وضعنا قائمة بأسماء ممويل الإرهاب رفضت قطر تلك القائمة وفي شهر أغسطس من نفس العام قال الجبير إن قطر متورطة في دعم الإرهاب في المنطقة وعاد بعد شهر من ذلك ليقول إن ممارسات قطر جعلت حصارها خياراً لا مفر منه بسبب دعمها للإرهاب وإيواء المتطرفين ونشر الكراهية منذ منتصف التسعينيات قطر تمادت في ممارساتها وهو ما جعل من مقاطعتها خياراً لا مفر منه وفي الثالث عشر من هذا الشهر انقلب السحر على الساحر وأدرج الاتحاد الأوروبي السعودية في القائمة السوداء ضمن الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشكل تهديداً لدول الاتحاد هذا الإجراء يعني أننا استنتجنا أن القيامة بمعاملات مالية وبنكية مع تلك الدول قد يعرض النظام المالي الأوروبي إلى خطر كبير يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأعربت السعودية عن أسفها لهذه الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وقالت إنها تأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد إذن دكتور لقاء تابعنا طبعا هذا التقرير صلت الضوء على اتهامات السيد الجبير طوال هذه الأزمة عندما كان وزيراً للخارجية والآن هو وزير للدولة للشؤون الخارجية يعني حديث مستمر دولة قطر تدعم الإرهاب دولة قطر تمول وتقدي التطرف دولة قطر تدعم أيضاً التنظيمات المتطرفة في الوطن العربي في المقابل نحن اليوم يعني وصلنا من عمر هذه الأزمة إلى أن نقول للأسف أن كل هذه التصريحات بنيت على باطل اليوم الاتحاد الأوروبي يضع السعودية للأسف على لاحة الدول عالية المخاطر في قسير الأموال وأيضاً في تمويل الإرهاب السؤال لماذا؟ لا نريد السؤال لماذا وصلت السعودية أو الجبير أوصل السعودية إلى هذا الحد لكن لماذا تخبط السعودي أو السياسي في أنظمة الحكم هناك؟ ما زالت مستمرة حتى الآن هل بالإمكان أن لا نرى عاقلاً يحيط بأنظمة الحكم أو يحيط بالسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية السعودية ويقود هذه الدولة على الأقل إلى احترام المنظمات الدولية مسألة أن السعودية الآن تتهم دولة قطر مراراً وتكراراً بأنها دولة تدعم الإرهاب فجأة تأتي هذه اللائحة من الدول الأوروبية ليست من دولة واحدة وإنما من الاتحاد الأوروبي هو حقيقة ربما على قول رمتني بدائها وانسلت هو مفقط الجبير الدعاية السعودية عموماً الدعاية السياسية السعودية والإعلامية كلها كانت منصبة على هذا المحور محور دعم قطر الإرهاب والحصار كلها بني على هذه الثيمة وما زالت قائمة حتى الآن الآن هذا التطور في وضع السعودية على لائحة منولي الإرهاب في الواقع هو خطير بالمناسبة وليس هياً ولذلك السعودية مزعجة جداً هو ليس فقط على الصعيد العملي في مجال التبادلات المالية والعلاقات الخارجية للسعودية مع الغرب ولكن أيضاً على المستوى الأخلاقي وسمعة الدولة من ناحية الاستثمار أيضاً على هذه اللائحة فقط عشرين دولة من العالم وضيفت لها ثلاثة فنما ونيجيريا والسعودية الآن الآن صارت 23 دولة على هذه اللائحة غسيل الأموال وتمويل الأموال الأوروبية نعم اليوم نشرت الواشطن بوست اليوم مقال كتب سيناتور بوب إغراهام مون إغراهام الآخر ومقرر خاص لحقوق الإنسان في الأموال المتحدة مشتركين حول هذا الموضوع قالوا أن السعودية كل جهودها كانت منصبة على الوضع الداخلي لكنها فيما يتعلق بالخارج خارج أراضي السعودية كانت تدعم الإرهاب يعني لم تعمل على أي شيء هذا تناقض دكتور طبعا ما هو هذا لقصده أنه كانت في مجال الداخل تعتقل تعدم إلى آخره ولكنها في إطار الخارج لم تقدم أي شيء لوقف تمويل الإرهاب ولم تعتقل الأشخاص الذين يقوموا بتمويل الإرهاب حتى الآن بل قالوا أنهم يعتقلون الأشخاص الخطأ منادي بحقوق الإنسان الدعاة المعتدلين هذا النص المقال هذولا يعتقلوهم أو ينتقدون بعض الإجراءات الحكومية ومنهم طبعا الشيخ سلمان العودة الذي اعتقل بعد تغريدة دعا فيها إلى تحكيم العقل في العلاقة مع قطر اللهم ألف بين قلوبهم يعني فقط دعوة حتى هذه في حين أنهم يبقون على الأشخاص الذين يدعمون الإرهاب يمولون الإرهاب بالمال بشكل حر هم الآن طلقاء هذه معنات أنهم موافقين على سلوكهم السعودية لا ننسى أنها كانت من أكبر موولية الحرب الأفغانية مثلا ليس فقط موولين ولكن دعم حكومي رسمي وحتى الملك سلمان كان المسؤول في حينها في مطلع التسعينات كان المسؤول المباشر على عمليات دعم الحرم في أفغانستان الثمانينيات قبل ماضي في مطلع الثمانينات ضد الاتحاد السوفيتي السابق وهذه منشورة حتى في صحافتهم السعودية بالتالي حتى تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى آخره كلها كانت بعلم المخابرات السعودية في حينها النص المقالي يقول أيضا أن هذا التمويل يذهب إلى تنظيم القاعدة يعني مش أي واحد مش أي منظمة يذهب إلى تنظيم القاعدة وهذه المسألة تعني أننا لسنا فقط في إطار دولة تتهم الآخر ما فيها ولكن نتعلم عن دولة خطيرة دولة أصبحت تهدد الأمن والسلم في العالم ولذلك التداعيات هذا القرار قد لا تكون الآن سريعة ولكنها ستكون مؤثرة في المستقبل القريب على كل الأصعدة على صعيد علاقات الأوروبية خصوصا مع السعودية والضغط على الولايات المتحدة لأنه الكونغرس الآن خلاصية من مجلس النواب بأغلبية الدموقراطية مثلا الآن بدأ يحقق في علاقات البيت الأبيض مع السعودية والآن هناك أصوات عن عملية منح السعودية بعض الأسرار فيما يتعلق بالمفاعل النواوي هذه إزعاج ونفق لأنهم يعتقدون ترامب يمالئ السعودية برغم كل شيء رغم كل مشاكلها وهم يريدون قطع هذا المسألة نكاية بترامب أو نكاية بالسعودية أو السر في ذلك صحيح فلذلك أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل عديدة للسعودية داخل الولايات المتحدة وفي الالتحاد الأوروبي هذا اللي يقودني السؤال سيد جابر عندما تحدث الدكتور أن هناك جهود داخلية طبعا المحافظة على أنظمة الحكم وهذا حق مشروع للسعوديين في بلادهم لكن فيما يتعلق بالخارج وهذا المقال أو حتى استنادا على ما قامت به دول الالتحاد الأوروبي من إدراج من دول عالية المخاطر في مسألة تمويل الإرهاب اليوم نتحدث عن أكثر من خمسة عشر تصريحا للسيد الجبير خلال هذه الأزمة يتهم فيها بدولة قطر بجميع الاتهامات الإرهابية الكل يعي ويعلم أن مسألة الإرهاب قد تدغدغ الحكام الغرب كانت الموجة كانت الموجة الوحيدة والشماعة الوحيدة الحين السؤال هل تعتقد بعد هذا الإدراج أن الجبير أو الخارجية أو المملكة العربية السعودية بشكل عام لا زالت متمسكة بأنها دولة تحارب الإرهاب وتطرف بعد هذا الإدراج أم أن موضوع الإرهاب لن تراه أبدا في غاموس الدولة السعودية حاليا اليوم السعودية تعيش نزيفا كبيرا سواء كان فيما يتعلق بنزيف أخلاقي نزيف السمعة حتى في الداخل الإصلاحات التي كانوا يتحدثون عنها كلها ذهبت مهب الريح اعتقالات للإصلاحيين اعتقالات الاقتصاديين اعتقالات للإعلامين وسمعة إجرامية في الخارج ربما حتى قضية كانوا قبل موضوع الإرهاب ودعم القاعدة غسيل الأموار التي كانت الإمارات معروفة في هذا الأمر اليوم انتقل للرياض هذه التهمة ووضعت على قوام ليس التهمة اليوم قائمة الاتحاد الأوروبي كما أشار الدكتور هي ليست يعني مجرد قائمة دعائية أو قام هي يترتب عليها قضايا استثمار اقتصاد تعامل في الصفقات فتح ملفات جديدة في العلاقات مع السعودية وبالتالي اليوم السعودية ومن خلال هذه القائمة التي وضيفت لها أعتقد أنها دخلت نفقا مظلما آخر ربما الجبير في نفس البرلمان الأوروبي اتهم قطر بالمناسبة بالإرهاب واتهم حركة حماس أيضا بالإرهاب واليوم الاتحاد الأوروبي الذي استمع بالأمس بالمناسبة لعدد من الحالات المتضررة من حصار دولة قطر سواء كان في الجوانب الاجتماعية الجوانب الأسرية التعليمية وغيرها أيضا نفس الاتحاد الأوروبي يضع السعودية التي طالما ردد الجبير أن الإرهاب هو الذي دفع هذه الدول بحصار قطر إذن اليوم الواقع أتصور أن السعودية دخلت مستنقع خطير جدا وإذا لم تعيد النظر بسياساتها وإذا لم يعيد العقلاء في السعودية سرعت إعادة النظر في هذه التوجهات أتصور أن البيانات التي صدرت والتنديد وما إلى ذلك وأن هذه الجهات تخضع لابتزاس قطري وتنبيل قطري كلها لم يعود له اليوم ولم يعود مقنعا أصلا لدى الرأي العام الذي أصبح مقتنعا جدا بالممارسات الأخلاقية التي تمارس في أكثر من جبهة في الداخل وفي الخارج الدكتور اللقاء الإشكالية في الموضوع هو دوران السيد الجبير خلال هذه الأزمة طاف العالم من أجل تشويه صورة دولة قطر اليوم بعد هذا الإدراج وهذا الحديث من قبل الاتحاد الأوروبي بأن السعودية وضعت على لائحة الدول عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وقسيل الأموال هل تعتقد بأن هذا الرجل يعني سيعيد ما كان يقوله في الماضي بأن دولة قطر تدعم الإرهاب دولة قطر تقذي أتطرف أم أن العالم أصبح يعي ويعلم كل ما يجري الآن هو شوف جبير موظف وليس صالع قرار في الدولة السعودية في النهاية يعني النهاية هو يقول ما يملأ عليه ويقول ما يريد صانع القرار الحقيقي في السعودية قوله اللي هو طبعا الآن ولي العهد السعودي بالتالي المنظومة الجديدة في السعودية المنظومة الحكم في السعودية هم ولي العهد ومستشاري أحدهم متهم بقتل السيد خاشقشي والآخر مسؤول عن هيئة الترفيه وهؤلاء هم الذين يديرون الأمور السيد الجبير هو رجل موظف وحتى ليس من العائلة المالكة وبالتالي ليس له سلطة قرار حتى لو كان وزير خارجية وصالت قضية خاشقشي أسابيع لم يهضر على الشاشة ولم يدافع عن المملكة لأنه كان غير مسموع له بالظهور ثم ظهر أخيرا ودافع قال ما يجب أن يقول وما أريد له إذن هو موظف أكيد نعم صحيح موظف في درجة وزير يعني يعني بالنهاية يعني ليس أكثر تخفيض يعني إرجاع على الخلف يعني إرجاع على الخلف لكن بالنهاية طبعا طبعا حتى تغيير الآن في هذه المرحلة من وزير خارجي إلى وزير الدولة كان أيضا له معنى لأنه جابه شخص آخر كان وزير مالية العساف وربما يراد له دور آخر على كل حال قصد أن القصة ليست في الجبير أنا أتكلم عن الرؤية السعودية دولة غنية ليس فقط بالموارد بالموارد بالبشر التضاريس الطبيعة المختلفة دولة مهمة تاريخيا في المنطقة فيها الحرمين الشريفين هذه الدولة للأسف الشديد تسير في منح الآن خطير عليها وخطورة السعودية ليس عليها فقط ولكن على الإقليم برمته لذلك نتمنى أن يكون هناك حكمة في الإدارة السعودية القصة تتعلق بتخريب سمعة سمعة ومنظومة لإدامة ليس فقط الحكم حكم السعودية نفسها يعني العرش السعودي أصبح بدورة مهدد بسبب التهديدات الأمنية الخطيرة لهذه الدولة نحن نتكلم عن دولة لا تستطيع أن تقيم نظام أمني إقليمي وهي دولة القائدة في المنطقة بعد غياب العراق والسورية لا تستطيع أن تقيم هذا النظام بسبب رؤية خاطئة وتباعية لدولة صغيرة أخرى مثل الإمارات وهذا هو الخطير بالموضوع الإمارات لديها أجندة مختلفة تماما عن السعودية طبعا وهي تسحب السعودية خلفها في تنفيذ هذه الأجندة والمشكلة أن السعودية تستجيب والأجندة صاحب صاحب الأجندة الإماراتية محددة بالمضايق المائية في جنوب الجزيرة في البحر العربي وفي البحر الأحمر وفي خليج عدن وطبعا في ضيق خرمز وخوارجة نعم هذه الأجندة الإماراتية التي تعلق بربط ما بين الاقتصاد والسياسة هذه لا تهم السعودية في شيء لكنها مع ذلك السعودية مرغمة تقوم بتنفيذها في غير صالح السعودية وفي غير صالح شعبها على ذكر الإمارات السيد جابر حديث الدكتور اللقاء بأن للأسف الإمارات هي من تقود المنطقة وتقود المملكة العربية السعودية وهناك من يختلف من الأشقاء في السعودية من محللين أو حتى من أفراد أسر هناك أو من كتاب إلى آخره يختلف معنى في أن هل بالإمكان أن تقاد المملكة العربية السعودية من الإمارات الآن عندما توضع السعودية على لائحة الدول عالية المخاطر في مسألة تمويل الإرهاب والكل يعلم بأن دبي أو الإمارات بشكل عام ليس كلام محمد أو كلام الحقيقة أو كلام دولة قطر وإنما تقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية بأن الإمارات تتصدر الدول في منطقة الشرق الأوسط كقسيل للأموال لماذا رأينا السعودية فقط في هذه اللائحة هذه العدوى أو هذه الممارسة التي كانت تتقنها الإمارات وتحديدا كما أشرت دبي التي كانت مركزا أو واحدا من أهم المراكز التي يتم من خلالها غسل الأموال اليوم انتقل للأسف الشديد عبر قوائم رسمية انتقل أو انتقلت السعودية إليه لتحل محل الإمارات التي تبعد نفسها باستمرار بالمناسبة عن أي مستنقعات يمكن أن تنقع هي تدفع بالسعودية وتبعد عن الواجهة حتى في اليمن اليوم القرارات الأممية وجرائم الحرب صحيح أنها تطال مسؤولين إماراتيين لكن المتصدر لهذا المشهد هي السعودية اليوم السعودية قرارها ليست هذا الكلام بالمناسبة كلام يصدر من الإعلام القطري أو من قطري إنما كل المراقبين وكل من يقرأ تاريخ السعودية ويرى اليوم يرى أن السعودية تسير بسياسة لا عقلانية لا معقولة ولم يسبق للسعودية أن وصلت إلى هذه المرحلة اليوم قرار الرياض بالفعل في أبوظبي المملكة التي يفترض أنها كما أشار الدكتور أنها هي التي تصنع وها التي تقود وها التي تحاول قدر إمكان أن تكون الحضن للأمة العربية بعد غياب العواصم الكبرى لكن للأسف الشديد أصبحت تابعة لقرارات أخرى تصدر من مجرد إمارة لا أعلم لماذا إذا ذكرت الأزمة الخليجية حاضرت الأزمة اليمنية بكل مآسيها بكل أوجاعها على الموضوع هل الموضوع متعلق بمن صنع هذه الأزمة هو نفسه من صنع الأزمة الخليجية على العموم هذه الأزمة الأزمة اليمنية ستكون هي المحور التالي بعد الانتقال معكم وأيضا مع السادة المشاهدين إلى تقرير آخر حيث ألقت الأزمة اليمنية بضلالها على ويلات ومعاناة المدنيين والأطفال في اليمن طبعا الوضع الإنساني زادت خطورته وأيضا مساحة الفقر اتسعت والمصيبة بأن هذه الحرب ما تزال مستمرة حتى وقتنا الحالي المزيد في سياق التقرير التالي لا تزال الحرب في اليمن تجر بويلاتها على المدنيين من أبناء ما يعرف بالوطن السعيد أهوال القتال لم ترأف بهؤلاء الأطفال وتحولت السعادة إلى ماضن فهنا ينسل الجوع الأجساد ونقص الدواء والمشافي يفتك بالصغار والكبار أربعة أعوام مضت على بدء عمليات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن والأرقام والتقارير الدولية تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني وتزايد الدمار والقتل دون أي نتائج تذكر على أرض الواقع ما يعادل 24 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية وهو رقم ضخم يشكل من نسبته 80% من السكان من بين هؤلاء أكثر من 14 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء ومن بين الأرقام الضخمة في اليمن ما تحدثت عنه الأمم المتحدة أيضا مؤكدة أن نحو 20 مليون يمني يعانون نقصا حادا في الغذاء كما أن حوالي 16 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسط دعوات للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الحرب وتجنيب المدنيين مخاطرها وفي زحمة الأرقام التي تترجم الوضع على الأرض تصف الأمم المتحدة الحرب اليمنية بأسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا بعد أربعة أعوام على تدخل التحالف السعودي الإماراتي تحالف رفع شعار إعادة الأمل لكن هذا الشعار لم يرى منه اليمني سوى الدمار والقتل والجوع والأوبئة والأرقام الأممية المهولة عن المأساة تؤشر على أربع سنوات عجاف عاشها اليمنيون منذ التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية فإلى متى سيبقى اليمن وأطفاله عرضة للمجاعة والمرض سؤال بات يؤرق مؤسسات الأمم المتحدة التي أصبحت عاجزة عن تلبية الحاجة الكبيرة للمساعدات حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد وكما تابعنا السيد جابر هذا التقرير الأمم المتحدة تتحدث الجميع يتحدث المجتمع الدولي برمته يتحدث أن الأزمة اليمنية أصبحت هي الأزمة الأسوأ في القرن الواحد والعشرين اليوم نتحدث عن 80% من الشعب اليمني أي ما يعادل 24 مليون نسمة داخل جمهورية اليمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية هم في أمس الحاجة إلى أيضا الدواء والقذاء الكل تابع هذه التصريحات وحديث الأمم المتحدة وتقاريرها الأخيرة حول الوضع بشكل عام في اليمن نتفق بأن الخاسر الوحيد هو الشعب اليمني لكن في المقابل إطارة أمد هذه الأزمة من هو المستفيد منه؟ طبعا الحرب على اليمن الشهر المقبل سوف تدخل عامها الخامس ليس فقط على الجانب الاقتصادي أو التكلفة التي نراها لكن التقرير ربما والحالات الإنسانية التي رأيناها مفجعة وربما اليمن لم يمر بهذه المرحلة منذ عقود اليمن تراجع ربما إلى مئات السنين بسبب هذه الحرب المدمرة التي دمرت كل ليس فقط الجانب الحجر إنما الجانب البشري اليوم حجم الذين يعانون من الفقر يعانون من سوء التغذية ربما أمراض انقرضت من العالم وظهرت اليوم في اليمن بسبب المجاعة وبسبب عدم وجود الأدوية والعلاجات حتى الدوافع التي ذهبت إليها اختفت تماما يعني كان إعادة الشرعية وإبعاد خطر الحوثيين اليوم جلسوا مع الحوثيين على طاولة التفاوض وعترفوا به وليس بها اليوم يعترفون بالحوثيين على أنه قوة وقوة أقليمية أصبح ومكون أساسي من مكونة وهذا ما كنا نتحدث عن أن الحوثيين في نهاية الأمر جزء من المجتمع اليمني أو جزء مكون من النسيج اليمني لماذا هذا العبث كلهم من البداية إن حراف البوصلة الحقيقية هي التي دفعت بوصول اليمن ووصول الحرب إلى هذه المرحلة من هو المستفيد اليوم المستفيد من هذه الحرب ليست السعودية بالمناسبة لأن حتى إذا ما وقفت الحرب ما سوف يترتب على الحرب تاليا السعودية خسرت القبائل اليمنية تاريخيا كان اليمن أو قبائل اليمنية كانت موالية بدرجة عالية إلى السعودية لكن للأسف الشديد السعودية خسرت خسرت أخلاقيا في اليمن النزيف اقتصادي لهم حجم العز الموجود في السعودية المعلن يتحدثون عن 131 مليار حجم وازنة السعودية تقترض السعودية اليوم 118 مليار من الأسواق العالمية إذن هناك نزيف المستفيد بالمناسبة الإمارات هي التي اليوم في لقاءاتها الخاصة حتى المسؤولين الإماراتيين الإعلاميين الإماراتيين وتصالين أخبار هم يتهمون السعودين هي السبب الحرب في اليمن وأنها هي التي ورطت الإمارات في اليمن بينما الإماراتيين المتواجدين على الأرض أوجدوا لهم فصائل أوجدوا لهم النخب الحضرمية الشبوية كل هذه من أجل السيطرة على كما أشار الدكتور قبل قليل على المواقع السراتيجية في اليمن على الموانع نقل وتقارير عديدة أشارت إلى نقل ثروات من اليمن إلى أبوظبي ومن ثم إعادة تصديرها على أنها جزء من ثروات الإمارات اليوم هذا العدن على سبيل المثال افترض أنها هي عاصمة الشرعية العاصمة أين تقيم الحكومة لكي لا تستطيع الحكومة المؤقتة أن تهبط طائراتها في مطار عدن إلا بموافقة من أبوظبي وليس السعودي بالمناسبة زين دكتور اللقاء في هذه الموضوع وحديث السيد جابر عن الشرعية الحديث عن السنة الخامسة بعد 26 من مارس وهو تاريخ بدء هذه العاصفة ما يسمى بعاصفة الحزم التي كل العالم وقف إلى جانب السعودية في البداية كالدفاع عن الحد الجنوبي وعودة الشرعية إلى آخره من هذه النقاط الرئيسية التي بدأت من أجلها هذه العاصفة لكن مع مرور الوقت الكل يتساءل الآن أين الشرعية التي وعد بها هذا أول أين الحلم الذي من أجله تم قيام هذه العاصفة وأين الوعد أن تنتهي هذه الحرب في خلال شهرين رأينا هذه التصريحات من المسلمين السعوديين على أن الحرب ستنتهي في قضون شهرين وهناك من قال ستة أشهر وهناك من عطى بعد أكبر من ذلك سنة وتصل الشرعية إلى صنعها الآن الحوذي يتمدد الحوذي أصبح شريك لهؤلاء وأيضاً يجلس معهم على طاولة الحوار كيف يمكن أن نفهم ما يحدث الآن في اليمن الحوذي للأسف حتى المناطق في جنوب السعودية يعني قبل يومين الهجوم الحوذي في جازان في جازان تمكن من السيطرة على بعض الأراضي الحدودية التابعة للسعودية وتسبب أيضاً في قتل عدد من الجنود السعوديين لما السعودية اعترفت بمقتل تسعة وقد يكون العدد أكبر هناك إخفاقات كبيرة في هذا الجانب على مستوى الحرب لكن الإخفاق الأكبر هو كان في تدمير اليمن سواء كان هذا مطلب سعودي أو نتيجة عرضية للحرب فيه في النتيجة سيئان وأنا اللي همني هنا ليس فقط أن الحرب مجرياتها ولكن لماذا حصلت أصلاً من الذي تسبب بسيطرة الحوثين على كل أحاق اليمن من تسببه هو السعودية والإمارات أيضاً وهذا لا جدالة فيه لأنه اللي حصل أن الحوثين حينما خرجوا من صعد باتجاه عمران وكان الرئيس هادي موجود فيه بقصرة في صنعاء ولديه قوة جوية ولديه المدرعات اللي مدرع برئاسة الأحمر كان بإمكانه الدفاع لكنه ترك الحوثيين يصلون إلى صنعاء بأمر سعودي مباشر نكاية بحزب الإصلاح بالضبط نكاية بحزب الإصلاح وما كان المخطط أنه حزب الإصلاح حينما يرى الحوثيين تباع إيران الشيعة يريدون الوصول إلى القصر أو إلى صنعاء سيخرجون والحزب الإصلاح قوي صحيح عديد من الأتباع ومسلح مسلح ليس لأنه حزب مسلح ولكن لأنه في اليمن كل طفل لديه قطعة سلاح صحيح يعني الجميع مسلحون وعدد قطاع السلاح في اليمن قبل الحرب ضعف عدد السكان هذا اللي حصل أنه حزب الإصلاح قرر عدم المشاركة بأي قتال وطلب من عناصر الانسحاب إلى بيوتهم وعدم القتال يعني مو حربة وهذا هو اللي حقيقة أفسد الخطة الإماراتية الأساسية فدخلوا الحوثيين إلى صنعاء واعتقلوا هادي وبعدين وصلوا إلى عدن ألفين صحيح أنا أتكلم عن مؤامرة ضد اليمن فقط لتحقيق أغراض كان يرادة على أساس ضد الإخوان ومشاكل لكني القصة أيضا تتعلق بتخريب اليمن عدن لماذا هي مهمة للإمارات ليش عدن بالتحديد عدن ميناء عدن تاريخيا هو الميناء الأهم في الإقليم في المنطقة صحيح وموقع الاستراتيجي يسحب البصاط من تحت ميناء دبي تدمير عدن وتدمير ميناء عدن وإيقاف عن العمل يبقي دبي تحت العمل هذا هو السبب يجب أن تدمر أحد حتى تبقى أن تتعيش الصومان نفسي قصة ميناء مقديشو مهم جدا ميناء طبيعي الله خلقه ميناء لاستقبال السفن الكبيرة ولكن الموقع الاستراتيجي يعني قصد إنه ميناء مهم جدا صحيح تدمير الصومان من أجل تدمير الميناء حتى محمد مرسي بالمناسبة الرئيس المصري القراد يسوي قناة السويس منطقة حرة وهذه راح تؤثر على دبي نكي لو بي القصد أنك كي تبقى يجب أن تدمر الآخرين وهذه خطورة ما تجري في الإمارات ولذلك ميناء السقطرة عفوا جزيرة السقطرة الإمارات تريد الضمها جنست أبنائها ليش؟ لأنه تقع في قلب الممر المائي جنوب اليمن في خليج عدن وباتجاه البحر العربي وبين أيضا البحر الأحمر هذه الأجندة من البداية تدبير حرب اليمن للوصول لهذه النقطة والمهرة أيضا منطقة المهرة محافظة المهرة المحاذية لعمان هي أيضا هدف إماراتي مباشر وهناك عبث حاليا فيها الهدف منها بحر العرب محاصرة عمان لا أيضا محاصرة عمان صحيح عمان يجب الإمارات تتلاعب الآن في محاولة تشكيل السلطة في عمان أو الضغط من سيأتي بعد السلطان قابوس الإمارات تريد لأنه تعرف ولاية الأحد غير موجودة في عمان في الدستور سلطنة عمان صحيح وبالتالي يريدون أن يكون شكل الحكم ما بعد السلطان قابوس طول الله في عمره موالي لهم ويردون الاستلاع على أراضي من عمان نعم الدكتور سيجابر طبعا كل ذلك استمعنا له كل ذلك أصبح على دراية تامة ورأينا خروج على الأقل أهالي جزيرة السوق قطرة والمنادى بأن السوق قطرة جزيرة يمنية وليست جزيرة إماراتية والأهداف التي اتضحت بعد ذلك في وصول الحوثي واتساع الحوثي وفي المهرة وفي عدن إلى آخره من الأطماع أو الأهداف التي بنيت عليها هذه الأزمة لكن استمرار العملية يعني في نهاية المطاف الخاسر كما اتفقنا جميعا هو الشعب اليمني لكن إطالتها هو استنزاف أيضا للإمارات هذا واحد ثانيا لسمعة المملكة العربية السعودية يعني كان في الماضي ينظر إلى المملكة العربية السعودية من قبل اليمنيين على أنها شقيقة كبرى رقم أن الشعب اليمني أكثر من الشعب السعودي بأكثر من خمسة مليون نسمة ولكن كان ينظر لوجود الحرمين الشريفين واتساع المساحة في المملكة العربية السعودية اليوم قتلى في الجنود السعوديين قتلى هناك في في اليمن المدنيين إلى آخره والأهم من ذلك بأن حتى المدنيين الأشقاء في المملكة العربية السعودية في المناطق الحدودية بالكامل لم يأمنوا على مساكنهم وعلى أوضاعهم اليومية فمن المستفيد؟ عندما بدأت عاصفة الحزم وما تم تصويره على أنه إبعاد لخطر الحوثي كان بالفعل نوع من التجميل للصورة اليوم الانسحابات التي حدثت من التحالف ربما الشقيقة المغرب قبل أيام عندما أعلنت انسحابها من التحالف اليوم الأسباب التي تحدثوا عنها أن إبعاد الحوثيين عن الحدود السعودية اليوم الحوثيين يقاتلون على حدود السعودية طائراتهم المسيرة تصل إلى الرياض وإلى المناطق السعودية الأسباب التي قامت الحرب من أجلها اليوم هي بعكسها تماما لم يتم إيقاف تمدد الحوثي لم يتم إعادة الشرعية دمر اليمن السعودية استنزفت اقتصاديا وأخلاقيا الآخرين وأقول لك أن الإمارات سوف تخرج من هذه الحرب وسوف تلقي بكل تبعياتها على السعودية هي حاولت حتى سقاطرة أن تنسبها بالمناسبة لها أنها جزء من الإمارات وأنها تاريخيا الإمارات مشكلة أن لديها عقدة في التاريخ ليس فقط في التاريخ هي اليوم في التاريخ وفي الهوية تحاول أن تسطو على تاريخ وحضارة عمان هي ليس لديها هي تعتقد أنها الأحدث في المنطقة تاريخها لم يتجاوز 48 أو 49 عاما من عمر الإمارات وبالتالي ليس لديها حتى لن تحاول أن توجد شرعية دينية بالمناسبة السعودي لديها شرعية الحرمين مصر لديها شرعية الأزهر إذن الإمارات لابد أن تخلق لها شرعية فسعد بالمناسبة إلى إيجاد ما تسمى البيت الإبراهيمي اللي هو يجمع الديانات الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية وتسعى لإيجاد حتى انظر إلى المساعي لإيجاد أن تكون أو هوس القيادة للمنطقة هذه هي الأجندة التي تسعى إليها الإمارات أن تنفذها وتسعى أن تقود العالم العربي والمنطقة للأسف الشديد أصبح المسلمون الآن في نظر العديد من المسؤولين الإماراتيين قد احتلوا أسبانيا رأينا ذلك من خلال التقريدة بأن راحي خلفان يقول له بالاسم يقول أن احتلال يصف احتل المسلمون الأندلس واسترجع بعد ذلك أهالي الأندلس لا أنا ما بيأفتي في الموضوع هذا ونتمنى أن نرى دينا جديدا في الإمارات العربية هم أشقاء لنا قد نظر عن الأخطاء التي تأتي من حكومة الإمارات العربية المتحدة اتجاه دولة قطر ولكن نتمنى السلامة لهؤلاء أنا طبعا قبل ما أختم دكتور اللقاء وعلى طار الدين ومسألة الدين رأينا خلال الأزمة الخليجية رأينا والحديث الآن عن الأزمة اليمنية رأينا استقلال للخطاب الديني والاجتماعي لشارعنت وهنا المصيبة كل ما يقوم به التحالف في اليمن نرى ازدياد في مسألة استقلال المنابر الدينية استقلال المنبر المكي المنبر المدني في المدينة المنورة كلما تسعت هذه الأزمة هل تعتقد لماذا استقلت السعودية هذه المنابر الجواب معروف للعامة لكن السؤال الأهم من ذلك هل وصلنا إلى مرحلة كشعوب خليجية كشعوب عربية أصبحنا نعي ونعلم ما هي الأهداف الخبيثة التي من أجلها تم استقلال رجال الدين وتم استقلال المنابر الدينية من أجل تمرير كل الأهداف التي بنيت في الأزمة الخليجية وأيضا الأزمة اليمنية شوف دكتور أولا استغلال رجال الدين واستغلال الدين ليس جديد هذا عمرها من عمر الدين حقيقة من كل الأديان الكثيرون استخدموا الدين واستخدموا رجال الدين عبر التاريخ الإسلامي والغير الإسلامي لكن أنا ما يعنيني الآن حقيقة والخطير هو تحريف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية الآن يجري تحريف الوقائع الدينية النصوص الدينية التفاسير الدينية التي أجمعت عليها الأمة بما فيها علماء السعودي أنفسهم الكبار اللي ما زالت مراجعهم كمراجعيات نعم ابن باز وعثيمين وإلى آخره رحمهم الله نعم رحمهم الله جميعا نعم المهم أنه بالإمارات أخطر لأنه أنت تعرف أنه الفكر الديني بالإمارات غير السعودية أقصد المرجعيات الدينية الصوفية غير الوهابية لكن مع ذلك كلاهما يقومان الآن بعمليات تحريف الوقاعة الدينية والتفسيرات الدينية لتحقيق أرار سياسية يعني تفسير مختلف للإسلام وهذا هو الخطير مو فقط استغلال رجال الدين للفتوى بإطاعة ولي الأمر هذا أمر مفهوم حصل في كل زمان سعودية وغيرها حتى من يعطي فقط على كاهلهم لكن القصة الآن والأخطر هو تحريف الدين من قبل رجال الدين أو ما يدعون أنهم رجال الدين من أجل؟ من أجل تنفيذ أجندات سياسية تغيير معالم الهوية الثقافية أنت تتكلم عن تغيير المناهج وتتكلم عن تغيير طبائع الدين يعني مثلا يجب أن يكون هناك تغيير لمفهوم الجهاد مثلا على سبيل المثال تغيير تماما بحيث أن الجهاد لن يكون بمقاتلة الكفار أو إلى آخره تغيير مفهوم العدو لم يعد مثلا بالقرآن من هو العدو تحديد العدو معروف هذا يجب أن يتغير العدو هو ما يقرر الحاكم وليس ما يقرر الله والعقول العربية دكتور طبعا هذه الأجندة أصبحنا الكل يعي ويعلم الأهداف الرئيسية من تخطيط ومن تنفيذ وأيضا متابعة هؤلاء في كل ما خطت له هذا مفروق منه لكن الأهم من ذلك العقول الخليجية وأنت متابع للشأن الخليجي العقول العربية هل بالفعل وصلنا نتحدث عن العام بشكل عام هل وصلنا إلى مرحلة من العقل والفكر نعي ونعلم أهداف هؤلاء على الأقل هما شوف من الصعب جدا أنه أنت تصل إلى هتائج مطلقة لكن في ظل القمع الشديد لكل صوت مختلف في الدولتين وهذا بقوانين يعني قرارات تتعلق أنه هذا تجريم من يتحدث حتى بتويتر مثلا هذا يجعل الأصوات التي تتحدث خصوصا لباب الإلكتروني الجيوش الإلكترونية الممنهجة تجعل من عملية الدعاية واسعة النطاق يعني الصوت المخالف غير مسموح له على الإطلاق قانونيا هذا غير مسموح له على الإطلاق وبالتالي بمرور الزمن هناك اعتقاد أنه بمرور الزمن يوم بعد آخر يجري عملية تدجين للشعوب وإنهاء لكل فكر نعم أنا أشكركم طبعا في نهاية حلقة اليوم الدكتور اللقاء مكي وأن تباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات شكرا يا دكتور شكرا جزيلا وأيضا أشكرك السيد جابر الحرمي وانت الكاتب والإعلامي شكرا جزيلا لكم وأتمنى أن نلتقي بكم مجددا بإذن الله شكرا جزيلا وشكرا أيضا موصل لكم مشاهدين الكرام ومستمعين أيضا في إداعة قطر على كرم المتابعة إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحقيقة فالختام لكم مني التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة